طيب نبدأ الآن نبدأ الآن إن شاء الله نبدأ الآن دكتور عبدالله جاهز نطرد دكتور عبدالله سلام عليكم دكتور فاعد الكاميرا عندي مش ديسابل يعني إذا كان أحد من الشباب طيب ممكن نبدأ بعدين يشغلونها طيب ودي بس فقط أتأكد من الحضور الكرام إذا كانوا يسمعون الصوت الآن بس يكتب لي تحت نعم 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 عشان بس نبدأ الصوت واضح جميل يلا على بركة الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله راح فيكم حقيقة في منصة كيكيو اكس نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا أخذتوا الكورس وأنه كان كورس مهم اللي هو التفكير التصميمي وأنه استفدتوا من هذه التجربة خلال هذه الفيديوهات اللي مرت عليكم والأنشطة وكذلك البوكلت اللي كان موجود ولعل إن شاء الله نعكست على حياتكم الشخصية بفائدة كبيرة إن شاء الله بذل الله سبحانه وتعالى الليلة بذل الله سبحانه وتعالى راح نفتح باب الأسئلة والاستفسارات لمن مر على الكورس ولديه استفسار أو من لديه يعني كان ضيف جديد على المنصة أو على هذه السيشنك كذلك فمجال مفتوح تماما للأسئلة وفي البداية دعوني أقدم لكم زميلة دكتور عبدالله الوليدي الأستاذ المساعد في قسم تقنية التعليم بجامعة الملك خالد وأنا فهد الأحمري أستاذ المساعد في كلية علم الحاسب فحياكم الله جميعا وعلى بركة الله نبدأ طبعا راح تكون هذه السيشن بذل الله سبحانه وتعالى نبدأ فيها ببعض الأسئلة اللي جاتنا على المنتدى طبعا الأسئلة هذه جمعناها من المنتدى كي نتكلم حولها في البدايات وعلى بل ما نجعب على هذه السئلة يلي تلو كل واحد منكم مثلا على سبيلتال يشارك لديه سؤال مداخلة إضافة أي مشاركة على الأشياء الموجود ونبدأ باسم الله في البداية حقيقة هناك سؤال ليس لعلاقة بالكورس أتمنى الآن أنه يعني كل واحد يكتب المنطقة منين جاي يعني من أي منطقة من المملكة أو من خارج المملكة يعني طبعا بس نعرف الجيغرافيكال يعني في البداية يعني جميل أبهى جدة الدمام جدة ممتاز خميز مبشيط مطقة الشركية ما شاء الله أمريكا أبهى الطايف ممتاز والله حقيقة هذا فخر حقيقة وسعادة بقامرة لنا قبل ما تكون لكم حقيقة في إنه كورسة ديزاين تينكينج وصل لشريحة كبيرة حقيقة واستفاد منها الجميع إن شاء الله في البداية دكتور عبد الله إحنا طرحنا كورسة التفكير التصميمي وبرت علينا مراحل يعني تعرف الناس فيها على ما هو مفهوم التفكير التصميمي وما هي مجالات استخدام التفكير التصميمي يعني تعرفنا على مبادئ التفكير التصميمي كيف تنقل هذه الخبرة أو كيف ينقل هذا المعرفة اللي تعلموها في الكيكي وإكسا أو في مرصة جامعة الملكة خالد أو في مفهوم التفكير التصميمي إلى أرض الواقع هل لديك هنت أو تيبس أو شيء في هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم محي الله جميع شكرا دكتور فهات شكرا الجميع الحقيقة نسعد بالجميع في هذا المقاررة أو هذا الكورس أو هذا الحقيقة تجربة بالنسبة لنا استفدنا منها كثير طبعا بنصيحتي بالنسبة لتحويل ما تعلمي لأرض الواقع حقيقة أنا أعتقد أن أهم شيء ممكن تقوم به شيء اللي ممكن ينعكس بقيمة أنه تحاول تأخذ ولو بعض المفاهيم البسيطة بعض الأفكار بعض المهارات البسيطة لو بشكل جزئي تحاول تطبقها تمارسها في الحياة في العمل في التدريس إذا أن تتدرس في الحقيقة حاول التجريب أخذ بعض الأفكار وبعض المفاهيم البسيطة من هذا الكورس من التجريب مثلا أو التجريب مثلا كيف ممكن تعمل مشاريع مقدمة عليها جديدة كيف تحاول تطبق هذا المفهوم في مشاريعك بحيث أنك تبدأ بدايات صغيرة تحاول تجرب مفهوم مثلا مفهوم التعاطف كيف تتحاول تتعاطف إذا عندك موظفين إذا عندك طلاب كيف تتتعاطف معهم أفضل طريقة الاستثمار ما تعلمناه هو التطبيق في حال عدم التطبيق حقيقة أنا أشوف أن المعلومات هي عبارة معلومات محدودة جدا ما رح تتحول إلى معرفة إلا من خالة تطبيق طبعا طبعا مراحلة التفكير التصميمي في طبعا هي تمر بعدة مراحل أولها مرحلة يمكن كما ذكرتم كما رأيتم في المنصة اللي هو مرحلة اكتشاف الاحتياج طبعا من المنتديات لاحظت ملاحظة عامة قد يعني من المناسب أني أطرحها في في الاجتماع هذا حقيقة اللي هو أنه الاحتياج ما معناه حل وهناك خلط كبير ما بين الاحتياج ما بين الحل فطبعا طرح الحلول مرحلة نعتبرها منفصلة تماما عن مرحلة اكتشاف الاحتياج فلما نأتي اكتشاف الاحتياج نحن لا نعرف الاحتياج يعني إحنا بالنسبة لنا يعني هو يعني شيء غير يعني غير متوفر لنا فهنا نروح نبحث عن مرحلة الاحتياج فهنا نحاول نروح نبحث عن مرحلة الاحتياج ونعرف مرحلة الاحتياج كي يصل إلى معي الصوت مسمع نسمعك ديكتور ممتاز فالمقصد أنه نتعرف على مرحلة الاحتياج بعد مرحلة الاحتياج مباشرة نبدأ في الخلاصة أو تلخيص الاحتياج في أمر أو أمرين اللي يسمونها صياغة التحدي ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الحلول التطبيق المباشر للتفكير التصميمي في وجهة نظري كما ذكر الدكتور عبد الله أنه ممكن يكون البداية بالتعرف على الاحتياج في المجال اللي أنت شغل فيه بالضبط فمثل على سبيل المثال أحد الأسئلة كان أحد المداخلات والبوسط الموجودة في المنتدى أحد الأشخاص يذكر على سبيل المثال تواجد مثل على سبيل المثال حاجة الطلاب مثل على سبيل المثال لأنه معلم وأنه يشرح لطلابه وكيف يعرف مثلا على سبيل المثال كيف يطبق التفكير التصميمي طبعا هنا يعني هي فرصة كبيرة تماما تماما أنه تبدأ بمثلا الطلاب نفسهم إيش اللي يبغي يتعلم بالضبط وكيف ممكن يبدأ مع الطلاب وما هي احتاجاتهم وما أشبه ذلك هذه مباشرة تبدأ بمرحلة التخاطم مع الطلاب ومعرفته ومعرفته يعني نتعاطق مع الطلاب إلى حد ما ثم بعد ذلك نستخلص والاحتياج ثم بعد ذلك نبدأ في مرحلة العصف البهني أو مرحلة طرح الحنود طبعا فهذه كانت من الأمور اللي كانت بالنسبة لأرهب ولاحظة كبيرة طبعا هنا سؤال وردنا من من مازن كان يذكرون أنا من جدة طالب في جامعات جدة ممكن أسأل كيف أثبت لمعلم وقرران حالة الدورة طبعا المبسالة هنا بالنسبة لنا بالنسبة لنا أنا ما أدري هل تقصد بالمعلم من جامعة جدة أنا ما أقصد هل المعلم تقصد المعلم المقرر نفسه أم فيه معلم مشرف عليكم من نفس الجامعة داخلين معنا في نفس المقرر ولكن على كل المقرر موجود فيه مشروع وهذا المشروع يعني متاح أنه تجاوب عليه إلى آخر يوم في شهر أكتوبر المشروع هو يتكلم عن أنك توجد تحدي ما وتقوم باكتشاف الاحتياج وتقوم بمرحلة الحلول ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة التجريب وتحاول أن تكون هذا المشروع كامل يعني وثنتي يعني على أرض الواقع في أي مشروع أن كان ليس هناك يعني هناك تقع ثلاثة مشاريع لكن بإمكان الشخص أنه بيقعب مشروع آخر إذا كان يريد أنه وعرض علينا ممكن يبدأ في تطبيقه طبعا ثم بعد ذلك ممكن يأخذ عليه شهادة حبور وهذه تثبت أنه حضر المقرر طيب أي استفسار رح نحن حقيقة جينا هنا عشان نجاوب الاستفسارات لكل الحبور طيب أنا لدي سؤال حقيقة الصوت مسموع طيب أنا لدي سؤال حقيقة السؤال هو ما هو ما هو أهم بارت مر عليكم في التفكير التصميمي ما أكثر بارت يعني نشد انتباهكم آشب نحتاج أنه نعرف بعض الإجابات ما هو اكتشاف الاحتياج اكتشاف الاحتياج الاحتياج التعاطف جميل التعاطف طيب الاحتياج عدم القفز للحلول ممتاز طريق العمل طبعا ما هي أكثر واحدة استهواتك دكتور عبد الله من هذا دكتور عبد الله والحقيقة هي عملية متكاملة كلها مترابطة مع بعض لكن الأشياء المنفتة حقيقة اهماننا الموضوع الاتشاف التركيز على المراحل الأولى وبشكل الفطري نحاول نقفز على الحلول تجد هذا الموضوع حقيقة فيه اشكالية فيه اشكالية كبيرة أي واحد مننا ممكن يجرب هذه التجربة يجدينها بشكل فطري يقفز على الحلول ويترك أنه يحاول يضع وقت في موضوع المشكلة والاحتياج فهذه حقيقة من الأشياء التي أرى فيها تحدي كبير أمامنا جميعا حقيقة شميل شميل طيب فيه سؤال أنا أحد الزملاء قابلته وسألني سؤال أهلين دكتور عبدالله شرفتنا طيب فيه سؤال أنا أحد الزملاء كنت قابلته قريبا وسألني هذا السؤال يعني هل التفكير التصميمي هل هو يعني 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 هل هو قسم هل هو روم هل هو مثلا دي بارتمنت هل هو مثلا C-D-O مثلا على سمثال Chief Design Officer وش التفكير التصميمي السهر لليه دكتور لك دكتور عبد الله معم طبعا ممكن الزوم اللي داخلون المشاركة داخلون لكن اسمع منك دكتور طبعا الموضوع ممكن تعيد السؤال لاني حقيا ما كنتم توقع السؤال لي أنا هل التفكير التصميمي عبارة عن قسم من أقسام المنظمات والشركات والجامعات هل هو مثلا على سبيل المثال عبارة عن فريق ما هو التفكير التصميمي إذا كنا نريد منه أكشن نبدأ بكرة مثلا في أكشن محدد أفضل وصف للموضوع حقيقي أنه ثقافة هو بمفهوم بمعنى حتى حتى لما تتأمل في المعنى في طريقة التفكير حقيقة أو التصميم التفكيري هو طريقة تفكير وطريقة في نفسه طريقة عمل في تدخل في في الإدارة تدخل في القيادة تدخل في حل المشكلات في المنظمة تدخل في تعامل مع الموظفين تدخل في كل شي تدخل هي أسلوب في الحياة حتى التفكير التصميمي فما نقدر نحدها في مكان معين أو في جهة معين أنا أعتقد أن المؤسسات التي تنجح سواء حكومية أو غير حكومية هي التي تنجح في النشر في التعامل معها كثقافة جديدة في المؤسسة تدخل كثقافة أكثر منها ك موزيشن معين هو ما هو موزيشن هو ثقافة عندك IBM دربوا جميع الموظفين عليه وبدوا يستخدمونها خلاص ينشرونها كثقافة في المؤسسة كاملة من أصغر موظف حتى الموظف اللي ما لا علاقة بالتصميم اللي نعرف التصميم المعروف اللي نعرف إلى الموظف المختص أيضا ممتاز وطبعا مايندسيت زي ما ذكرت تكتور هو مايندسيت عبارة مايندسيت هو وقت ما نملك المايندسيت هذه مثلا على سبيثار في يعني مجرد نتفاهم المايندسيت هذا هذا بالنسبة لنا كافي إنه نستخدم التولز الموجودة التولز الموجودة هناك يعني تولز كثيرة متوفرة وعلى فكرة التولز آبي ليست يعني وليدة التفكير التصميم بحد ذاته يعني فهي عبارة عن مايندسيت المايندسيت هذا طبعا يفعل التولز الموجودة أي إن كانت التولز اللي تولد فيها أبكار وتولد فيها الاحتياج وما أشفح ذلك طيب طبعا دكتور في أمر آخر بالنسبة موضوع التفكير التصميمي من ناحية الأمور الأخرى لما يسمع شخص التفكير هناك مصطلحات أخرى زي مثلا التفكير النقدي التفكير الإبداعي التفكير مثلا يعني إلى حد ما هناك كلمة تفكير واستخدامات كثيرة فممكن نضع التفكير التصميم بين هذه المصطلحات الموجودة حالية والله أعتقد هذا شيء من الميز التفكير التصميم الحقيقي أنه يجمع بين كثيرا على سبيل المثال كان في فترة من فترات يتم تركيز على التفكير الإبداعي ويعمل مجهودات كبيرة في الحصول على أفكار ولكن بعد ما يكون عندك أفكار ما تعرف كيف يتعامل مع هذه الأفكار فالتفكير التصميمي حقيقة وفكر المصمم بشكل عام هو فكر يجمع بين التفكير بشكل عام يجمع بين التفكير الإبداعي والتفكير العملي التطبيقي فهذه هذا حقيقة ميزة التي يتميز بها وهذا جانب قوة من أكبر الجوانب القوة في تصميم التفكير التصميمي أنه يجمع كل أنواع هذه التفكير خاصة بالذات نوعين وهو نمط التفكير الإبداعي بأنواعه وأنماط التفكير النقدي أو التفكير العملي أيضا بأنواعه في سؤالي يقول كيف يمكن أن نطمئن المصممين التعليمين الذين ارتادوا على نماذج خطية لفترة من الزمن والشعر وحلالها بالوضوح لمهام ومراحل التصميم التحول لإستراتيجيات تصميمية غامضة من التفكير التصميمي هذا حدث رسيلة هو الحقيقة التفكير التصميمي ما هو غامض هو يمكن التصميم التعليمي هو اللي غامض هو اللي يعني لو لو نكون واقعيين شوي حقيقة أنا يعني هو تخصي حقيقة وبتكلم يعني حقيقة بنكون موضوعين شوي لو نظرنا لأساس التصميم التعليمي تجد في علم عميق وتقريبا من 60-70 سنة هم مشغلين فيه لكن السؤال لما انتجي عند الممارسين هل يطبق في الواقع التصميم التعليمي حقيقة في الواقع الأغلب المصميم اللي يشتغلون في الميدان ما يطبقون بالشكل اللي يدرس والسبب في ذلك كنا تعقدي لحد كبير وأيضا صار فيه تركيز على بشكل كبير على المحتوى الزملاء اللي متخصين في هذا المجال يعرفون أنه أغلب تركيز التصميم التعليمي على المحتوى الشيء اللي يفرق اللي يعمل الفرق بالنسبة للتفكير التصميمي هو تقريبا جزء كبير فيه تطابق بين الجانبين لكن اللي يتميز بالتفكير التصميمي هو تركيز على البشر على الإنسان أنه منهج إنه منهج إنساني أكثر من منهج تقني يركز على المحتوى فهذا الفرق الرئيسي وأنا أعتقد أنه مستقبل من الاتجاهات الحديثة في التصميم التعليمي هو الاتجاه للتفكير الاستفادة من منهجية اللي موجودة في تفكير التصميم جميل هناك وردنا أيضا سؤال آخر يمكن تترقنا في البداية كيف يفيد التصميم التفكير التصميمي هو التفكير التصميم اللي صديق التصميم التفكيري بالعكس كيف يفيد التفكير التصميمي في حياتي الشخصية يعني مثلا على الشخص يعني ليس من ضمن فريق وليس من ضمن يعني مؤسسة وليس يعني ليس يعني ليس لديه يعني يعني هو مفرد يعني في حياته كيف يمكن يفيد الشخص بشكل مختصر طب الحقيقة الموضوع هذا أنا ذكرت في أحد الفيديوهات هناك كتاب موجود وتكلم عن الموضوع هذا وهي المبادئ الرئيسية طريقة التفكير هذه المبادئ حقيقة تستطيع بسهولة تطبيقها في حياتك في الحياة بشكل الحقيقة أكثر عملية وشكل يفيد كثير لما تحاولت المفاهيم هذه اللي تتعلمها تحاول أنك تطبقها في حياتك مع أطفالك مع زملائك في مجتمع العام الحقيقي تجد فيها قيمة كبيرة يعني على سبيل المثال أعطيك بس نقطة معينة في التفكير التصميمي لموضوع التعاطف لو بس طبقنا هذا كثير من الجدل والمشاكل والصعوبات اللي نوجهها في حياتنا راح نتجاوزها لمجرد أن نطبق هذا المبدأ نحن ما نطبقها حقيقة لأنه صعب موسى لكن لما تتعمد أنك تحاول تتبناه تحاول تتجرب بالتدريج تجد أن هناك قيمة مضافة لك في حياتك مجرد أن هذا جانب واحد فقط في جانب كثيرة موضوع التجريب موضوع الريفريمينج كل هذه الأشياء حقيقة تساعد كثير في الموضوع يطول أنا أعتقد أن دكتور فهد عندهم خطة في المنصة أنهم يعملون كورس في هذا الاتجاه طيب بإذن الله سبحانه وتعالى طبعاً واحد من الأمثل الذي ذكره دكتور تكمل حديثك في في الكتاب الذي هو Design Your Life كان واحد من الأمثل وذكرته لبعض الزملاء كان يقول أنه فيه شخص مثلاً يبحث عن وظيفة وما يستطيع مثلاً على سبيل المثال يعرف فين الباشن حق مثلاً على سبيل المثال فممكن يستخدم مصطلح من مصطلحات التفكير التصميمي اللي هو ممكن يبحث يجرب بتطوع أسبوع حين يتطوع أسبوع في أكثر من شركة لما يأتي لمنظمة محددة يقول أنا أعطوني فرصة أعمل معكم مدة شهر أو أسبوع أو أسبوعين فقط يجرب ويشوف كيف يعني هل يتأقلم مع هذا المكان أم لا ثم بعد ذلك سيجد نفسه في أحد هذا الأماكن ووقتها يعني ربما فهذا يعني نوع من أنواع كيف الشخص يجرب يعني يستخدم التفكير التصميمي كهذا طيب بعد السؤال آخر هنا دكتور يقول هل تتوفر مراجع عربية في التفكير التصميمي والله ما في كثير حقيقة لكن في كتاب في كتب مترجمة بعض الكتب تم ترجمتها عن عن التفكير التصميمي أذكر الكتاب ممكن ممكن نحط لكم الرابط لا في الموقع هو كتاب أعتقد في كتاب وكتابين مترجمة لكن بالعربي ما مر عليك كتاب حقيقي يتكلم كتاب مكتوب بلغة عربية فقط هو عادة الإنجاز أعتقد هذا موجود في جرير وهذا كتاب مترجم وكتاب جميل حقيقي جميل طيب في سؤال آخر ما علاقة الشخص بالتفكير التصميمي سؤال جميل والله هو هو الشغف لا علاقة بكل شي حقيقة هو كان ذكرنا الشغف في التصميم في التفكير التصميمي في نهاية في صناعة الفرق كل هذه الأدوات التي تتعلمها تحتاج الفائدة منها القيمة أنك تصنع الفرق فحقيقة من الأدوات التي تساعد الشخص في صناعة الفرق التي هي قضية اكتشاف الشغف وهذه من الأمور المهمة جدا تنطبق على فكرة هذا الأمر ينطبق على المصمم وغير المصمم فهذا الشغف يعني ينطبق على الجميع ما هو فقط في التفكير التصميمي وهو حقيقة هو جزء من نعتقد أن نسميناه الجزء اللي وضعناه هو صناعة الفرق وهو جزء رئيسي في أنك تستطيع أنك تصنع الفرق حوالك هو أنك يكون عندك شغف في الموضوع التي تعمل فيه سواء في التصميم أو في مشكلة تحلها أو في عملية تتبناها إذا لم يكن عندك شغف في هذا الموضوع مهما يكون عندك أدوات لن تستطيع أن تستفيد كثير من كل هذه الأشياء اللي تعلمت رح تسهل عليك كثير وجود الشغف في التصميم وفي غيره طبعا طبعا وضعت اسم الكتاب في الشات اسمه عادة الإنجاز موجود وترجم في الجرير لما أراد أنه يستزيد من هذا الموضوع طيب طيب هنا سؤال آخر ممكن لكم دكتور اللي هو وش الفرق بين التفكير التصميمي عن بقية البحوث الاستطلاعية التي تجريها المنصات الأكاديمية الحكومية في فرز الاحتياج وإيجاد الحلول وصناعة الفرق هذا حقيقة سؤال ممتاز حقيقة أنا أذكر بالتفكير التصميمي التي تعلمناها حقيقة كانوا يركزون على أنه تفكير التصميمي ومن ثم تجري الاحتياجات ونحن في التفكير التصميمي لحد ما نفس الشيء هل تستطيع تطينا الفرق بين الأمرين؟ والله الفرق بين البحوث العلمية أن البحوث العلمية لما تتكلم فيها حقيقة طبعا ممكن يختلف بعض الزمن فيها لكن البحوث العلمية تجد هنا أنك لما تستخدم يحاولون يتجنبون الجانب الإنساني في ذكره أو العاطف حتى في ذكره في البحوث يعتبرون خلل في البحث أنك تتكلم عن العواطف وتتكلم عن التعاطف يجب أنك تكون موضوعي وعلمي ودقيق فيما تطرح وعندك دلائع أو ما تطرح يعني ما تستطيع أنك تتكلم عن الحدث مثلا في البحث العلمي أو التعاطف في البحث العلمي فهذا جانب يعتمد كثير على منهجية علمية يعني موضوعية بحتة لكن الجانب التفكير التصميمي يتميز بأنه يركز كما ذكرنا على الجانب الإنساني الجانب الإنساني اللي أحيانا ما تقدر تثبت شيء معين أحيانا تحس بشيء معين لما تتكلم وتتعاطف مع شخص بس ما تقدر تثبت بطريقة علمية فبالتالي التركيز على الجانب الإنساني وهذه الأشياء اللي تنقص الحقيقة الأبحاث اللي عندنا تنقصها حقيقة التركيز وهي الأبحاث اللي فيها الأبحاث النوعية والأحفاث الكولوتايتف الحقيقة اللي هي أيضا هذا الجانب اللي هو جانب الجانب الإنساني وجانب التركيز على البشر وعلى الناس ولو لاحظتم ويمكن الزملة المتخصين في المواضي هذا يلاحظ أن هناك تقاطع كثير من الأفكار اللي نذكرها مع المنهجيات اللي موجودة في المنهجيات البحثية باختلاف نواح لكن اللي يتميز بات تفكير التصميمي كمنهجية في حل المشكلات هو التركيز على الجانب الإنساني جميل طبعا نحن ذكرنا يمكن لاحظتم في بعض الأدوات زي المقابلة زي الملاحظة هذه كلها أدوات أدوات فالبحوث العلمية عصلا مستخدمة لكن لما تريد التطبيق المقابلة مثلا على سبيل المثال أو مثلا يعني في البحوث العلمية على سبيل المثال ربما تكون الشريحة أكبر مثلا على سبيل المثال فيصعب مثلا جراء مقابلة أو ما شبه ذلك استعيذنا إنسان عنه مثلا بيصير فيه مثلا أو شي ما شبه ذلك لكن ميزة إنه تعمل مع التفكير التصميمي إنه تدلت مع الناس أصحاب الاحتياج بشكل مباشر وتعايش الوضع يعني إلى أرض الواقع ثم بعد ذلك تكتشف الاحتياج في هذا الموضوع طبعا هناك هناك تكتور فيه أمر آخر بالنسبة أحب أظيفة هنا حقيقة اللي هو موضوع التفكير التصميمي حق على ما يقولون حق مشاكل يعني حق حل مشاكل يعني هما طبعا المصطلح لما يستخدم مثلا باللغة الأنجليزية هما يقولون ديزاين تينكي حتى لو قرأتوا تعريفة في الوكيبيديا أو في أي مجال آخر تجد على شكل المثال أنه يتكلم عن to solve the complex problem from the human perspective يعني من منظور البشر طبعا هما طبعا هناك لما نتكلم عن مشكلة مثلا على شكل المثال ربما ينظروا للمشكلة بإنهو احتياج يعني بشكل أكبر يعني لو تكلمنا لو استخدمنا استعرنا قضية مصطلح المشكلة هو نفسه هو مصطلح الاحتياج لكن في أرض الواقع هناك كثير من الأمور التي تحتاج حل دعونا نسميها مشاكل دعونا نسميها يعني قضايا بشكل كبير جدا جدا فمجال التفكير التصميمي في حل هذه الأمور مهم جدا جدا يعني احنا طرحنا في المشروع المشروع الزحام في المستشفيات مثلا في أقسام الطوارئ طبعا هذا يعني قضية طبعا هي نعاني منها جميعا حتى حتى الإدارة المستشفى وما شبه ذلك ربما عندهم حلول وجربوا حلول يحاولوا بأكثر من مثلولوجي ولا تزال هذه القضايا قائمة فهناك يعني حلول قائمة لمشاكل معقدة لم تأتي بنتائج كبيرة جدا جدا فربما ربما استخدام آلية مثل آليات التفكير التصميمي تبعث على حلول جديدة وتطرح أفكار جديدة ويعني نتوقع من هذا المثالوجي أن نتوقع حقيقة حقيقة طيب في مصطلح أحد الزوملة يستدوي reframing للشغف يقول الشغف من وجهة نظري هو القدرة على تحمل جميع العقبات يفتح أفك للعقل أنه يفكر بشكل أكبر ويحاول ويكتشف الشغف يعطي القدرة على استمرار الحياة مليئة بالتحديات بدون الشغف العقبات تكون سبب الاستسلام طيب أحد المشاركات أرغب بالتعقيب من حضرتكم على حيث أني أعمل حاليا على تصميم آلية في تشغيل مختبرات الابتكار الاجتماعي والتي يعد التفكير التصميمي أحد أدواتها ما هو الفرق بين التفكير التصميم والتفكير الإبداعي هذه ذكرناها مرين عليها طبعا هذه السيشن المسجلة وراح إن شاء الله تطرح إن شاء الله على اليوتيوب بعد كدد يوم ما هو أفضل اسلوب لتجربة الأفكار في التفكير التصميمي ما رأيك تفتر عبدالله أفضل اسلوب لتجربة الأفكار المايك دكتور المايك الموضوع يختلف من موضوع إلى موضوع فمثلا لما تشتغل في شيء لا علاقة بتصميم مواقع أو تجربة تجربة في مواقع يختلف تجربتها عن شيء تجربة في حياتك فكل فيما في طريقة هي الهدف من التجريب حقيقة المبدأ الرئيسي للتجريب أنك تجرب بأقل التكاليف وتوفر وقت بدل ما تروح تعمل في شيء وتكتشف في الأخير أن هذا الشيء تماشر طريق الخطأ وهذا الشيء غير مناسب لك أو للمستخدمين بالتالي التجريب هي محاولة في البداية الاكتشاف أنك تتعلم بأي طريقة طبعا هو أنك تجرب تتعلم بأي طريقة كانت سواء أهم شيء أنك تتعلم بطريقة تجربة بسيطة جدا بدون تكاليف كثيرة وبدون يستغرق منك واختلف طبعا الأساليب فيه البروتو تايبينج وفيه كثير من نماذج لمستخدمة لكن أنا ما أعتقد في شيء أنا أعتقد أن التجريب هي طريقة التفكير أيضا ما هي بس أدوات تستخدمها طريقة التفكير أنك ما تفكر أنه الشيء اللي عندي أو الفكرة اللي عندي خلاص فكرة متازة ونفذها يحتاج أنك تعمل تجريب جرب هل هذه الفكرة في الواقع فعلا تختلف عن الأشياء اللي أنا متصورها فالتجريب هو طريقة مستمرة وتختلف أيضا من مكان لمكان أو من مشكلة للمشكلة طيب أنا رح أتجاوز فيه في الأسئلة وأمشي بشكل سريع جدا طبعا أحد المداخلات أنه أختار تحدي طبعا إحنا في المشروع وضعنا ثلاث تحديات واحد من ضمنها اللي هو نظافة الأماكن العامة والحدائق وحاليا في مرحلة العصب الذهني والسؤال كيف أستطيع أطبق أفكار وأجربها طبعا جميل سؤال ممتاز يعني مثلا هناك يعني إذا كان فيه إمكانية لتجمع فريق هذا هو هذا بعض من الأمور طبعا لما نتكلم عن فريق نتكلم عن سواء فريق في العمل من الأصدقام وتقوم بعملية عصب ذهني لابد أن يكون هناك سؤال محدد ومحاولة تجمع بعض الأفكار لتطبيق العصب الذهني طبعا أنت تتكمن فريق تحاول تجمع فريق مهتم طبعا هنا يأتي قضية اختيار فريق من من صاحب أفكار وهكذا ثم بعد ذلك بعد الأفكار هذه تبدأ تجرب بعض الأمور في أرض الواقع مثلا على سبيل المثال ليس شرطا على سبيل المثال أن التجربة تكون على أرض الواقع قد تكون على سكتش بسيط قلم ووركة رسم مثلا تصور محدد يعني تحاول أن تطبيق الحل بشكل يعني نموذج بسيط مبسط ألا أذكرك بالجنة الأخ عبد العزيز يقول دخلت وقت الصلاة طبعا إن شاء الله بنتجاوز في بعض الأسئلة ما هي أهمية تفكير التصميمي هل طريقة تعتبرها حتى تطبيقات للتفكير التصميمي هذه شرطا على الله لا هي منهجية مختلفة حقيقة في التفكير وهي منهجية في الغالب تطبيقها في الجانب التقنية أكثر لكن وهي تقريبا أعتقد أنها من جوجل لكن التفكير التصميمي هو منهجية تقريبا يعني فيها جانب من من التوافق كثير مع كثير منهجيات الموجودة ولكن هي أيضا هي منهجية مختلفة عنها حسب اللي أخذنا طبعا في نقطة ذكر أحد الزمنة مكتوب سؤال حقيقة ما احنا تكلمنا فيه لكن أيضا اللي ما هو الأفضل التصميم التعليمي ولا التصميم التفكيري وطبعا احنا المصطلح الترجمة الصحيحية التفكير التصميمي أنا أقول ما في شيء أفضل من الثاني هي كلها التصميم التعليمي قوي بيكون أقوى بالتفكير التصميمي الحقيقي وأيضا فيه منهجيات على فكرة كثير من الأشياء اللي نتكلم عنها الآن التفكير التصميمي يعني مثلا عن تحليل احتياجات هذه يتكلمون عنها في كتب التصميمي التعليمي من خمسين سنة ستين سنة وهم يتكلمون عنها كيف نعمل تحليل احتياجات لكن ينقصهم جانب التركيز على الجانب أكثر على جوانب التصميم استخدام منهجيات التصميم التفكير التصميمي فيها أنا أعتقد أن ما في شيء أفضل من الثاني فيها مكملة لبعض وأي مصمم التعليمي أنصحه أنه يحاول يدخل في تعلم كثير في التفكير التصميمي وأيضا أي شخص مهتم في التفكير التصميمي ممكن يتطلع إذا هو يعمل في مجال التعليمي يتطلع بشكل مختصر عن الأدبيات الموجودة في التصميم التعليمي لأنها مفيدة وتثقاطة كثير فيها سؤال آخر يذكر أنه هل يوجد نماذج أو تطبيقات للتفكير التصميمي تساعد في الاستعانة نحو التطبيق يبدو أنه نحن طبعا في النماذج ذكرنا في المذكرة المقرر حاولنا نضع بعض النماذج يعني الملاحظة هلها نماذج المقابلة هلها نماذج خريطة التعاطف نماذج هذه كلها نماذج ممكن الواحد يستخدمها في إذا كان أنا فهمتها للسؤال بالطريقة الصحيح طيب دكتور في سؤال يقول ما هي تخصاتها التي تحتاج دراستها أو القراءة حتى البدء في التفكير التصميميي حقيقة يمكن يمكن تتفاجعون أن التصميم كعلم مستقل لا يدرس الآن يمكن تتفاجعون بالمعلومة هذه لكن التصميم فعليا كتصميم كعلم مستقل لا يدرس يدرس التصميم الـ Graphic Design Industrial Design الـ Web Design الـ Fashion Design الأشياء اللي لا علاقة بدهمين معين بس التصميم كلغة مشتركة وكان في منداب كثيرة بالموضوع هذا لكن ما ما في جامعة تبنتة بشكل كي حسب علمي لا يوجد جامعة تدرس التصميم كعلم بحث كعلم الوحدة بدون ما يرتبط بمجال معين كعلم وهو الآن اللي نتكلم فيه الآن التفكير للتصميم هو بدايات لهذا الموضوع التفكير التصميمي ليس مرتبط بمجال معين ليس مرتبط بالتصميم التعليمي أو مرتبط بالتصميم الصناعي أو مرتبط بالتصميم التقنية أو التصميم أي نوع التصميم هو طريق التفكير عام ولذلك ممكن جامعاتنا تتبنى الموضوع هذا أنها تكون مبادرة في قضية أنها تبدأ تفكر في التصميم كتخصص عام وشامل يستطيع أنك تنقل أو تستفيد منه من تخصص إلى تخصص آخر بدون ما يكون مرتبط بالتخصص معين فهذه حقيقة التصميم هو تخصص عام التصميم بشكل عام أو تخصص عام فبالتالي ممكن تستخدمه في أي مجال سواء في الهندسة أو حتى في الطب نحن نقول له ممارسات كبيرة في الطب فنتمنى أن يكون في موادرات من الجامعات اللي عندنا في تبني هذا الموضوع في سؤال آخر كيف نستطيع الترويج طبعا هو جزء مما ذكرت لكن فيه الترويج للتفكير التصميمي طبعا أنا في تصور أنه أفضل طريقة للترويج للتفكير التصميمي اللي هو استخدام التفكير التصميمي اللي هو تطبيق آليات التفكير التصميمي إنه الشخص نفسه يصير المايندسة عنده يعني لحد كبير مايندسة تفكير التصميمي ورح هذه طبعا الهدف ليس الترويج للتفكير التصميم بحد ذاته الهدف هو استخدام والاستفادة من هذا التوز في يعني الحياة الشخصية اسمح لي أعلق يا دكتور ترى من أحد الأهداف حقيقة اللي عندنا اللي خلتنا نتحمس لهذا الموضوع حقيقة وطرحه في المنصة وطرحه بشكل مفتوح وطرحه بشكل مجاني حقيقة هذا الموضوع رغبتنا في نشر ثقافة ثقافة مهمة وتنقصنا حقيقة هي تجد أن الناس كثير تعود زي ما ذكروا الزميلات اللي ذكروا في الشهر قبل قليل لأنه فيه اهتمام بالتفكير الاستراتيجي فيه اهتمام بالتفكير النقدي فيه اهتمام بالتفكير الإبداعي لكن ما فيه أداة تجمع كل هذه بطريقة بسيطة وطريقة مبسطة فحنا حقيقة نشعر بقيمة هذا الموضوع احنا جربناه ونستفيد منه في حياتنا ونجد أنه فعلا مؤثر ويستطيع أنك تستفيد منه في لو حاول تطبقه وتروح في اجتماع من اجتماعاتك مع الزملاء في العمل أو في المدرسة أو في أي مكان تجد أنك تصبح تفكر طريقة مختلفة على يفكرون فيها تجد أنهم مجرد يجسون في اجتماع تجد أنهم يقفزون على الحلول ويبدون يدخلون تفاصيل الحلول وبدون ما يعملون المراحل اللي قبلها بالتالي هي طريقة حقيقة أنا يعني احنا حقيقة نشرف أن نساعم في نشر مثل هذه ثقافة المفيدة اللي تفيد الجميع في كل التخصصات ونتمنى أنها نتمنى أن اللي يستفادوا ولو شي بسيط يحاولون ينشرون هذا الموضوع سواء بتويتر سواء بالزمل اللي حولك تحاول تنشر هذا الموضوع تحاول وطبعا من أفضل أنواع التعلم منك تحاول تعلم اللي حولك تحاول تنشر الثقافة هذه فهذه جزء يعني إحنا هذه جزء نتمنى أنكم أيضا نتساعمون في نشر ثقافة هذا المنهجية طيب هل الخرائط الدهنية شيء من التفكير التصميمي؟ طبعا الخرائط الدهنية لو تكلمنا عنها أتفضل دكتور لا أتفضل طبعا الخرائط الدهنية الخرائط الدهنية شيء من التفكير التصميمي هي تولز عموما هي can be one of them يعني لكن هل الخرائط الدهنية بحد ذاتها يعني mindset أقول أنها تول أكثر من أنها يعني يعني لو كان استخدمت التفكير التصميمي الطريقة يعني وكان من ضمن هذه الأدوات اللي بتولد أفكار أو تربط مير الأفكار اللي هي الخرائط الدهنية فهي جزء من التفكير التصميمي فهي تبقى أداها لكنها يعني ما نستطيع نقول أنها مرحلة مراحلة التفكير التصميمي لأن لما نتكلم عن مراحلة نتكلم عن mindset أكثر منها تبقى أدوات التفكير الإبداعي لكن أقرب شيء ممكن تقييسها هي أحد أدوات التفكير الإبداعي وأقرب شيء لها في الأشياء التي طرحت هو العصف الذهني هي أقرب ما تكون العصف الذهني لصناعة تعمل خرائط أفكار لصناعة تفكار وربطها مع بعضه لكنها هي تعتبر من أحد الأدوات اللي تستخدم في التفكير تصميمه وغيره كيسوال لماذا لا يكون هناك مبادرة فكرة إنشاء فريق يهتم بعمل دراسات لحل المشاكل على مستوى الجامعة بطريقة إبداعية مثل مبدأ التفكير التصميمي وتكون متاحة للتحاق بها والتطبيق العملي لهذه المهارة طبعاً إحنا يعني إن شاء الله هذا الكورس هي أحد المبادرات الموجودة من الجامعة وبدأنا في الجامعة نستخدم التفكير التصميمي وكان في فريق آخر يشتغل في مشروع آخر يفتغل في تفكير التصميمي وإحنا بذن الله جامعة مكخالد إن شاء الله بعد فترة أو فترات تكون عندها المهارة هذه جزء من عملها اليومي طيب أي استبسار آخر قبل ما في بالك شيء دكتور والله حقيقة الموضوع هذا أتمنى الشيء اللي أتمنى أن يحدث هو ليس أن نحفظ أو نعرف أو نحاول نردد بعض المصطلحات أو نكتب تويتس عن بس فقط إيش الأشياء اللي تعلمناها بقدر ما هو أن نحاول هي تعتبر حتى تكتسب المهارة يجب أنك تحاول تطبق شيء في الميدان ولو طلعت فقط من هذا بكل ما أخذت في هذا اللقاء في التفكير التصميمي كله بشيء واحد تبدأ تطبقه وتبدأ تعمل تتعود عليه وتدرب نفسك عليه أنا أعتقد أن هذا يكفي أنه يصبح منهجية عندك في حياتك يصبح تستفيد منه في حياتك يصبح يضيف يضيف لك في حياتك فأنا أعتقد أن أتمنى أنه يكون فيه ما تكون هذه فقط نكتبها أو ندونها أو نحطها في النوت عندنا لا أن ننزلها للميدان ونحاول نطبق بعض الأفكار اللي أخذناها ولو أفكار بسيطة ما هو بالضرور أن نطبق كلها وتجدون أنا أؤكد لكم وأتمنى أنكم فقط تختبرون كلامي هذا بتجريب بعض الأفكار الموجودة وهي التفكير التصميمي ليس العصة السحرية اللي نقولكم أنا بيحل كل شيء هو لن يتحول إلى عصة سحرية إلا إذا طبقت وبدأت أمارسه بالتالي هذا نقطة مهمة أن نمارس الموضوع هذا اللي أخذناه ونستخدمه في أي مجال بغض النظر عن مجال اللي نستخدمه مجال اللي نشتغل فيه تجدد أنه يعطيك عمق مختلف تماماً عن طريقة التفكير التقليدية التحليلية اللي موجودة عندنا على سبيل المثال تجد أن الناس العاديين اللي يتفكرون ينهجون منهجية التفكير التحليلي قبل ما يدخلون في أي شيء تجد أنه يحلل الشيء اللي حوله ويحاول يخرج بنتائج من خلال ما هو حولك التفكير تصميمي لا يخليك تفكر في شيء ما هو موجود شيء ما هو حولك شيء طريقة مختلفة فنتمنى أن نحاول قدر المستطاع هي القيمة هذه الدورة هي تعتبر مرحلة من المراحل لن تتحول إلى قيمة إلا إذا حاول تمارسها وتربقها في أرض الواقع طبعا فيه سؤال آخر يذكر أنه نتمنى أن يكون في دورات في الجامعة في شطر الطالبات بلإذن الله نحاول أنه نعمل شيء في هذا المجال ولو على الأقل أنه نعيد هذا الكورس بطريقة يعني أكثر احترافية وأكثر يعني يعني يكون فيه طرح أكثر أفكار أكثر ولذلك حقيقةنا نتمس مشاركتكم في مثل هذا الموضوع بعد ما أخذتم المفاهيم الأساسية بعد ما تقرؤون بعد ما تصلون لمراحل يعني يشاركون حقيقة بهذا الأفكار كي ينتج جميع النسخة القادمة من التفكير التصميمي فيه شخص آخر الدكتور يسال اللي هو ممكن السؤال هو هو رجع مرة أخرى عن التفكير عن كلام عن الأبحاث وأنه في البحوث بتتكلم بشكل موضوعي وهال الدمج بين النهجين يولد نهج أعم وأشمل حقيقة للأسف أن موجودة عندنا اللي استخدمناها مع المنهجية العلمية اللي موجودة المعترف عليها المتعارف عليها حقيقة ما هي بالضرور أن تصلح للإنسان وتعامل مع الإنسان الجانب الإنساني يحتاج منهجية مختلفة في التعامل معها فالدمج بين النهجين حقيقة فيه جوانب البحث إلى بحاث الكولوتيتف ريسيرش أحيانا إلى حد ما مهتمة بالموضوع هذا مهتمة بالجانب الإنساني لحد ما ولكن حقيقة هي غير منتشرة وأحيانا بعض المجلات العلمية والجامعات ما تقبلها أصلا يعني لما تجي بالبحث كولوتيتف ما يقبل يقول لي أنا أريد شيء واضح أرقام شيء يقدر تقابل القياس شيء موضوعي فهذه أنا أعتقد أنها ندمجها وحتى في الآن أصبحت أبحاث يطبقون منهجيات أنا طلعت الأبحاث تطبق منهجيات التفكير التصميمي في طريقة البحث في نقطة بكتور حقيقة أنا أحب أشير لها حقيقة وهي نقطة مهمة أنا لاحظت من خلال قراءاتي وطلائي على حياة المصممين واستهواني هذا الموضوع فترة طويلة من الأشياء الحقيقة اللي لاحظت فيها هي عاملين مهمة وأحب أن أأكد عليها للفايدة حقيقة النقطة الأولى أنهم وهذا كرت أنهم لا يعملون لوحدهم أنهم لا يعملون فريق عمل إذا حبيت تصنع فرق أو تعمل شيء مختلف يجب أنك تكون فريق الواحد مهما تكون معاك مهما تكون مهاراتك لن تستطيع أن تعمل شيء كبير يعني أصنع الفرق إلا بيكون عندك فريق عمل هذا جانبي الجانبي الثاني وهذا أيضا مهم ولاحظت أن منتشرك أنت كل المصممين هو الإيجابية في التفكير حقيقة الإيجابية في التفكير أنت لما أصلا مجرد أنك تفكر بالخيارات الكثيرة والانفتاح بالخيارات تجد أنه يقل حتى التصادم أصلا مع الآخرين والتصادم مع الأفكار الأخرى لأنك تفتح المجال مجال مفتوح لكل الأفكار مجال مفتوح للأفكار الأخرى أنك تجربها في موضوع الإيجابية في التفكير وفي العمل وأن ما هو كل شيء أمامك يعني أنك ما تفكر بطريقة أن هذا صح وهذا خطأ أو يا الخيار هذا الخيار الثاني. الخيارات ممكن تدمج مع بعض. الخيارات ممكن تتعايش مع بعض. الخيارات ممكن أنها تكون تأثر بشكل كبير مجرد أنك تفكر في تعامل بطريقة مثلا التعاطف هو فكر إيجابي على فكر التجريب هو فكر إيجابي صناعة الأفكار هو تفكير إيجابي في الموضوع الإيجابية يعني أنا لاحظت أن المصممين المحترفين بالذات تجد عندها الإيجابية مهما تأتي بمشكلة معقدة والأمور ما هي واضحة وفي إشكالية كبيرة تجد أن يفكر طريقة إيجابية وهذا السلاح الأساسي الذي يستطيع أن ينقله ويعمل إلى أن يساعده في التجاوز وإرجاد بحلول داعي في برضو أكمال الحديث الكتورة اللي هو قضية التصميم عبارة عن التصميم اللي على شكل سيركو اللي هو بالتكرار يعني ليس هناك حل واحد نهائي أو زي ما يسمونها تبدأ من منطقة أوتنتي في منطقة بل أن التصميم هو عبارة عن محاولات وتجريب حتى تصل إلى مرحلة فيها ستيبلتي عالي هناك سؤال دكتور واللي هو يخص الكتب ما هي الكتب الأساسية التي تتفيدنا في هذا المجال وما هي المواقع التي تتفيدنا أيضا طبعا عندك دكتور طبعا أنا حطت الكتب جهستها توقعت هذا السؤال موجود طبعا فيه ثلاثة كتب أساسية تقريبا اللي هي طبعا طرحنا في تويتر Change by Design كتاب أساسي طبعا تم براون اللي هو السيئو اللي شركة IDEO طبعا هما إلى حد ما مطبقين الـ Design Thinking منذ تأسيش شركتهم طبعا الشركة هذه شاركت في صناعة الماك والماوس الماك وأجهزة الماك وكل شيء فهما إلى حد ما يعني متخصن في هذا المجال الكتاب الثاني حكيتني هو The Design of Everything الكتاب الثالث لـ Creative Confidence لـ Tom Kelly ودايفيد كيلي طبعا هما أخوان طبعا هما من ضمن من ضمن الشركة اللي هو للأساسة و IDEO كذلك هما في ستانفورد بروفسور في ستانفورد تقريبا هو إلى حد ما هو اللي بدأ في تأسيس العلم هذا أو إلى حد ما طبعا هو العلم القديم لكنه إلى حد ما هو اللي يعد طرحه بشكل أو بطريقة جديدة اللي هو ديفيد كالي ولا لا دكتور صحيح فهذه ثلاثة كتب إن شاء الله نشارككم على تويتر الأغلفة والعنوين كذلك بدل الله سبحانه وتعالى في سؤالي دكتور كم مصممة مبتدئة كيف أبدأ حقيقة احنا رجعت لفيديو وصناعة الفرق وإحنا تكلم ذكرنا قبل قليل البداية تبدأ من الشغف بحثي عن الشغف في البداية وهو نقطة الانطلاق اللي تنطلقين منها فهذه أنا لهذا الإجابة اللي ما حب زيد على هذا الموضوع شميل طبعا في نقطة أخرى دكتور هذه اللي نذكرناها اللي قال هل الخطوات جميحة موحدة أو ممكن تختلف من شخص لسخص في الواقع أنك تمشي بشكل لا توقع أنها أنك تمشي بشكل منظم زي ما ذكرت الدكتور أنها هي ممكن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة ممكن تبدأ في التعاطف وتنتقل في التجريب وتكتشف من خلال التجريب أنك ما نجحت في عملية التعاطف وترجع مرة ثانية بالتالي هي اعتبرها مثل الأدوات أو طريقة التفكير التي تستخدمها عند الحاجة جميل طبعا بالنسبة للكتب ليست مترجمة هي يعني زفارة زينو الكتب هي كتب انجليزي الآن الكتاب مترجم توقع دكتورنا راح تترجم قريبا يعني هو حالة الانتمام كبير وتوقعنا راح تترجم طبعا أتصورك كذلك الكتاب المترجم الوحيد اللي هو عادة الانجاز متوفر في جرير منذ الكتب المترجمة طبعا أول شيء أشكرك أستاذ طلال طلال الأسمري طلال يدرسون هذا المقرر ضمن مقرر التصميم التعليمي شراكو دكتور وأنتم تخصص التصميم التعليمي والله لخطة ممتازة منك يا دكتور وجزاك الله خير على قضية نكتوتيح هذا المجال والطلابك محظوظين حقيقة بك الخطوات جميعا محدة أو ممكن مع البحث تختلف من شخص هذا ذكرنا عجبنا على دكتور طيب واحد يسأل عن العوائق دكتور هل هناك عوائق في تطبيق التفكير التصميمي نعم عوائق داخلنا ما هم هي عوائق في التفكير وليست عوائق في الواقع أي مشكلة في الواقع ستتغلب عليها لكن العوائق اللي تواجهنا في التفكير وفي طريقة التفكير نعم مثل ما ذكرت أحد اللي علق على كلام محدودية تفكير حقيقة أنا أعتقد أن التحديات اللي تواجهنا هي المشاكل للأشياء اللي تعودنا عليها على سبيل مثال إحنا تعودنا من بداية دراسنا وحياتنا وتعليمنا وإن نختار من المتعدد وإن في إجابة وحدة للأمور وإن في خيار واحد للأمور وإن ما فيه أكثر من خيار وهذا حقيقة قتل عندنا فكر للإبداع وقتل عندنا فكار متعددة في إجابات مختلفة يعني على سبيل المثال وهذه نقطة مهمة في التصميم لا يوجد تصميم مثالي هذا يعرفها المصمم لا يوجد تصميم مثالي كل مجالس يستطيع المصمم كل مجالس يشتغل في التصميم راح يصير أفضل ولا يتوقف يعني ما فيه شي أن يحد يقول خلاص انتهيت لا هو هذا يعرف المصمم أن ما فيه شي مثالي في التصميم بالتالي كثير من العوايق هي عوايق ذهنية مثلا قضية القفز على الحلول هذه من أهم العوايق اللي ممكن تواجهك في صناعة الأفكار بدون حقيقة يعني أكبر عايق واجه الإنسان في التفكير تصميمي حقيقة هو أن القفز وانت تجرب هذا هو دفولت هذه دفولت أبشن عن البشر بشكل فطري في التالي القضية الثانية التحيز مثلا أن نتحيز الأفكار عندنا مثلا أنا عندي أأتي عندي والله التفكير التصميمي أأتي بكرة عند زمالي اللي معي والتفكير التصميمي أفضل منهجية وخلوا الواحد يتكلم أو أحد بس يقول لا هذا أصلا إذا بدت تفكر بهذه الطريقة أنت ما طبقت التفكير التصميم هو أنت تحتاج أنك تنفتح الخيارات فيه خيارات فيه منهجيات وليس الخيار الأفضل وليس هو أحد الخيارات المتاحة إذا نصبك يشتغل فيه عمل فرق معك استخدمه قد يكون فيه خيارات أخرى قد يكون أنا أعتقد أن أكبر العواق تواجهنا هي عواق ذهنية أكثر منها عواق في الواقع وصعب التغلب عليها تحتاج أن نعمل بجد في الموضوع هذا ونتمر فيه طيب سؤال آخر بالنسبة هل العلم يشبه في علم الخوارزميات وحل المشكلات عندما تخص الحاسب طبعا كل هو في الغالب هناك طرق كثيرة لحل المشكلات من ضمن الخوارزميات وهذه طريقة من ضمن الطرق ليس هناك يعني قد تكون طريقة ميزة يعني لين ستارتاب واحدة من الأمور المثالولوجي الأخرى فيه سبرينت اللي ذكرنا سابقا فيه التفكير التصميمي خوارزميات المثالولوجي مثالولوجي كثيرة جدا كلها تساهم بحل المشكلات لكن إلى حد ما السوفار يعني هم يعودون على التفكير التصميمي بشكل أكبر لأنه ينظر للإنسان بشكل مباشر فهذا اللي يجعل هذه المثالولوجي إلى حد ما ذات أهمية أعلى وتوقع تحدثنا عن هذا في بداية الطرح طيب طبعا احنا على وشك نختم طبعا احنا في في الكيكيو اكس حريسين تماما ننزل مهارات جديدة وأنه يكون فيه يعني أشياء مشابهة لهذا الكورس بنفس المستوى وأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الكورس حقيقة لن نستطيع الإكمال من غير يعني مشاركاتكم وتفاعلكم معنا سواء كان بالانضمام لهذا الكورس طبعا هذه الكورسات كلها مجانا وكلها يعني متاحة على المنصة والهدف هي الهدف الفائدة لتعمى على كل والجميع طبعا راح يكون إن شاء الله هناك تركيز على الدزاين إن شاء الله بشكل أكثر عمقا أكثر وكذلك يكون عندنا تركيز على ريادة الأعمال يكون عندنا تركيز على التكنولوجي ومستجدات التكنولوجي يكون هناك الاختبارات المعيارية العائلت وما أشبه ذلك كلها موجودة إن شاء الله في منصة BukiQX إذا أنتم ما تابعت الحساب أتمنى الكل يتابع حساب تويتر طبعا أنا وضعت الحساب شاركونا برضو التفكير التصميمي هاشتاغ موجود بأفكاركم بكراعاتكم المرحلة القادمة طيب لديكم شيء الدكتور يبعث أعطيكم العافية جميعنا نحضركم ونتمنى أننا قدمنا شيء يضيف قيمة بذن الله في حياتكم في عملكم طيب أختم سؤال هل الشهادات حصرية لحمرة البكريوس لا أي شخص يدخل على المنصة ويستطيع يأتي بالمشروع ويطبق المفاهيم الموجودة ويعني الموجودة تماما يستحق الشهادة شكرا لكم جميعا ونشوفكم على خير وفي أمان الله شكرا شكرا شكرا